شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مراسم رفع العالم على قاطرتين وتدشين معديتين بترسانة بورسعيد البحرية في إطار مواكبة أحدث المعايير العالمية لزيادة الإنتاجية وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري خلال الأعوام القليلة الماضية في دوء التوجهات الرئاسية بترسانة بورسعيد البحرية أعرق الترسانات بمنطقة الشرق الأوسط تدشين لوحدة بحرية جديدة في أسطول هيئة قناة السويس ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث وتطوير أسطولها البحرية للارتقاء بمستوى الخنمات البحرية للصفن العابرة بالمجرى الملاحي وتعظيم الاستفادة مما تمتلكه الهيئة من أصول فبقوة شد 75 طن رفع العلم عادة على قاطرتي محمد بشير وكذا نبيل الهلالي التي تعد أحد بنود التسوية مع شركة إيفر جيفن لسفينتها الجانحة عام 2021 فيما تم وضع قرينة قاطرتي محمد نجم ونبيل الغمري ضمن ست قاطرات بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية إضافة إلى المعدئتين الجديدتين بور توفيق واحد واثنين بالنسبة للوحدات النهاردة التي تم تتشينها أو رفع العلم عليها أولا في عدد اثنين قاطرة قوة شد 75 طن شد 55 طن يعني وبطول 32 متر عرض 11.8 من 10 غاطس 5.4 من 10 متر القاطرات دي بتعمل في مساعدة السفن سواء إذا كان في المواني أو في إثناء بورها للقناة تطور تكنولوجي بالأسطول البحرية ينعكس بشكل إيجابي على حركة الملاحة بقناة السويس فقد حققت الملاحة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري واحد ونصف مليار دولار بزيادة 41% عن العام الماضي وحدات بحرية جديدة تضاف إلى أسطول هيئة قناة السويس بأحدث التكنولوجيا البحرية العالمية وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة بناء الوحدات في الترسانات والشركات التابعة للهيئة سالي سالم التلفزيون المصري